لم يكن أحد يتخيل من قبل أن الموصل ثانية حواضر العراق في عام 2019 بهذا الشكل كما لم يكن يتخيل أهلها أن يكونوا وقوداً لحرض ليس لهم فيها أي سهم سوى أنهم من الموصل المدينة العربية السنية ذات التاريخ العريق والحاضر المجيد إن أرضكم قد تحررت بالكامل قبل عامين خرج العبادي معلناً نهاية معركة الموصل بعد تسعة أشهر من حرب دامية أتت على ثمانين في المئة من بنيتها التحتية ومسحت أحياء كاملة من وجه الخريطة في ساحلها الأيمن وقتلت زهاء أربعين ألف مدني بحسب صحيفة الانديبنديند البريطانية في ذلك الوقت تحدث العبادي عن نصر كبير وبداية حملة لإعمار المدينة المنكوبة تساءل الموصليون حينها عن أي نصر يتحدث وجثث المدنيين لا تزال تحت الأنقاض ونظروا لوعود الإعمار بنظرة المستخف المتهكم أزدل المحررون الستار عن وجه المدينة بحملات اعتقالات كبيرة شملت الآلاف كدسوا في السجون منهم من مات تحت التعذيب ومنهم من حوكم ولم يعرف جريمته وتحدثت بمأساتهم هيومان رايس هوج وغيرها بتقارير صادمة الوجه الأبرز لعملية التحرير كان سطوة الميليشيات على الموصل ومقدراتها افتتحت مكاتب اقتصادية وأدارت مشاريع مشبوهة كان أحدها مشروع فاجعة العبارة على نهر دجلة فضلا عن عمليات ابتزاز منظمة لأهالي الموصل إما أن تدفع أموالا للعصابات المسيطرة على المدينة أو تقتل وقد شهدت المدينة عدة تفجيرات اتهمت فيها ميليشيات الحجد الهدف المؤجل كان كما يقول الموصليون التغيير الديمغرافي فشكى غير مرة ديوان الوقف السني من استلاء نظيره الشيعي على عدة عقارات تعود ملكيتها له وذلك يبدو خطوة أولى لما أعلن عنه محافظ نينوى منصور المرعيد عن خطة لعادة بناء الموصل القديمة بعد شراء الدور المهدمة من أهلها لمصلحة جهات مرتبطة بإيران أما الطرف الأضعف الغاضب فهم أهل الموصل نازحين أو ساكنين فحتى اللحظة ما زال أكثر من ثلاثمائة ألف مدني يسكنون المخيمات ولا أمل بالعودة يلوح في الأفق مع انحدار الحال إلى الأسوأ ليس من قبيل الصدفة أن تعامل الموصل بهذه الطريقة سواء اليوم أو أمس وليس من قبيل الوهم أن خطة محكمة لهدم مدن العراق وتغيير ملامحها تطبق على الأرض سواء بشماعة الحرب على الإرهاب أو غيرها لكن الفاعل هنا يتغير من أمريكي في السماء إلى إيراني على الأرض وهي الموصل بعد عامين أنموذج شاخص لآلة القتل الحكومية ومن خلفها التحالف الدولي ومثال حيل الصورة التي يريد سليمان وميليشياته أن يروا بها تلك المدن غير أن التاريخ يفصل بين الإرادتين هناك مدن عصية مهما حاول أعداؤها فلن ينجحوا بقتلها اشتركوا في القناة